وكأن البلاد ينقصها الأوبئة في انعكاس لشكل الحرب التي تعصف بالبلاد منذ خمسة أعوام تفشت العديد من الأمراض والأوبئة التي باتت تهدد حياة اليمنيين في ظل التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع الصحية الكوليرا وحم الضنك والدفتيريا وانفلونزا الخنازير والحم الفيروسية كان ظهورها مؤشرا على تدهور الوضع الصحي في بلد أكثر من نصف مرافقه الصحية لا تعمل وثلثاء سكان بحاجة لرعاية صحية وفقا لأحدث التقارير الأممية في الحديدة يشكو سكان المدينة من تزايد الانتشار للمرض الفيروسي المسمى بالمكرفس الذي أصاب مختلف الفئات العمرية إذ أكدت مصادر طبية أن عدد الإصابات في تصاعد مستمر وسط نقص في الأدوية والكوادر الطبية مصدر طبي في مستشفى الثورة العام أشار إلى أن الأعداد الكبيرة التي ترقد في المستشفى تسببت في عجز الطواقم الطبية في مواجهة الفيروس ليست المرة الأولى التي يضرب وباء الحمى الفيروسية مدينة الحديدة ففي نوفمبر الماضي تحدثت تقارير طبية عن وفاة أكثر من خمسين شخصا بسبب تفشي وباء الحمى الفيروسية في مديريات الجراحي والتحيطة وبيت الفقيه والدريهمي والقوخة وأمام استمرار الحرب وعدم برزئي مؤشرات للحل يرى مراقبون أن الوضع الصحي مهيأ لمزيد من التدهور قد يفضي إلى إصابة ووفاة المئات من الأشخاص بسبب انتشار الأوبئة المختلفة